بينما تستضيف الجزائر الشان يحضر الكثير من الأفارق والعرب في هذا الحدث القري حضورهم هو فرصة لزيارة بلد يمكنك فيه رؤية البحر والصحراء ويمكنك أيضاً السعود إلى الجبال الشاهقة والاستمتاع بالثلوج في مشاهد هي من بين الأجمل في العالم كيف لا؟ والجزائر تملك أفضل غروب والأجمل على الأرواع في هذا الكوكب من الناس الذين حذروا إلى الجزائر في هذه المناسبة سعودي هذا سعودي نجح في الوصول إلى أعالي شريعة بالبليد ولأنه يأتي من بلد الحرمين الشريفين فتعبيره عن المنظر كان بقوله ثلوج الجزائر تذكرنا بنعيم الجنة لنتابع الفيديو ما شاء الله لقوت بالله الجزائر جنة من جنان الله في أرضه وبلد جميلة نسأل الله يعمرها بالإيمان والإسلام ويحفظ أهلها ويبارك لهم في أرزاقهم وفي أمنهم وفي جميع ما لديهم ونسأل الله يؤلف بينهم وجميع بلاد المسلمين فهذه بلاد جميلة وجنة الله في أرضه وبلد سياحي آمن وفيه الأمن والإيمان وفيه المساجد والخير نسأل الله يحفظهم ويحفظ قيادتهم ويفقهم للخير ولما يحب ويرضى هذا الفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأجواء الجميلة الرائعة وهذه الثلوج تذكر بنعيم الجنة الذي هو أعظم نعيم فنعيم الدنيا زائر نعيم الجنة هو الباقي نسأل الله أن ينزقنا فردوس ويحفظنا من الجنة ويعينا على طاعته ويجي لنا من النار وعذابها ونسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم ومن الحمد لله استجاب الله دعاكم صليتم صلاة الاستسقاء واستجاب الله دعاء الصالحين المصطحين نسأل الله يحفظكم ويعمر هذه بلاد بالأمن والإيمان وجميع بلاد المسلمين تقبل الله دعواتك وفي مشهد جميل رسم على وجوهكم الابتسامة نجح هذا المدون المصري محمود إبراهيم في عيش تجربة اللاعب بالثلج لأول مرة في حياته محمود زار سابقا مناطق عديدة في الجزائر وأطلق عليها لقب السويسر العرب وهو كما ترون هنا يرتدي الزليج الجزائري أيضا لكن ردة فعله هذه المرة في هذا الفيديو أخرجت الطفل الذي يسكن داخله فشاهدنا فرحة عارمة له وهو يعيش تجربة تساقط الثلج رفقة أصدقائه أظن الفيديو بالصوت سيكون أوضح لنشاهده معا التعليقات هذه المرة من منصة يوتيوب نذهب إلى التعليقات فاطمة تقول أفرح عندما أرى المسلمين يأتون لسياحة في بلد المليون ونصف المليون من الشهداء تستحقون يا أشقاء ربي يحفظنا ويحفظكم أيضا مختارية فاتح قالت مرحبا بكل صالحين والطيبين في بلاد الخير إقامة طيبة للإخوة السعوديين ولكل ضيوفنا خليل أيضا رحب بالضيوف وقال مرحبا بجميع السعوديين في الجزائر حان الوقت لتستكشف جمال الجزائر مطر ثلوج شمس إخذرار جبال غابات أشجار خضراء كثيفة بحار صحراء رمال آثار إلى آخره الجزائر هي الوجهة السياحية الأمثل لمن يريد التعرف على أشكال الطبيعة المختلفة فهذه دولة بحجم قارة وتزخر بثقافات ولهجات متعددة فلن نستغرب عندما يندهش ضيوفها من جمالها ونحن نقول جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله الكائنات نذهب إلى الموضوع الأخير ترجمة نانسي قنقر